إيه بقى الحدوتة بتاعته بقينا اتنين؟ بص يا حدوتة بتتكلم عن صدمة الطلاق للرجل والست بعد الانفصال يعني نفسياً طبعاً البطلين هما أستاذ شريف مونير ورامني يوسف حلو جداً هما الاتنين المتجاوزين في المسلسل ايه كويس قوي يعني امانية بتقول لنا كل حاجة اوه يعني بنحرق اوه المسلسل هيبقى مدته قدقيه 15 حلقة وانا تنتيك 15 15 أو في النص التاني من رمضان أوبا لأ يا جماعة إحنا كده هنحن مسلسل بجد لأ أنا مش هقولكوا تفاصيل أكتر طيب السؤال خلصتوا التصوير والآخر خلصتوا طيب الفيم العام من غير ما هنحرق بقى المحرام كده يعني عافا لكنا خلاص إحنا هنبدأ يوم الاتنين كنت أقولك ماشي لنه الحلقة الأولى لكن كده ما ينفعش الفيم العام أو الجو العام بتاع المسلسل إيه؟ اجتماعي بمعنى كلمة اجتماعي ولا اجتماعي كوميدي لا هو اجتماعي درامي بيكلم وليت كوميدي مش كوميدي بس هو بيتكلم عن قضية معينة الانفصال بعد مدة كبيرة من ماذا بعد الانفصال بعد مدة طويلة من الجواز 25 سنة جواز أوبا يعني العيال كبرت ودخلت الجامعة بالزبت أنا بحب شريك مونير جدا ما بحفظ اللقب طبعا جدا بديه بشكل عام ومطلق ده واحد اتنين أنا بحبه في الأدوار دي لأ هو عامل دور فوزية مذهل أوه هي صادفة بس برضو أنه كان في مرحلة انفصال هو كمان فكان منسل من قلبه يعني فكان بيدني أوه احنا عادين في البروباوت كان بيقولي انت عارف عني حاجة تعرف يعني حاجة هو لما بيبقى رايق بيبقى صاحب إفهات مزهلة وسريعة وتلقائية لما بيبقى مش رايق ابعد عنه اه خلص بس أنا شفته رايق على طول أنا بشوف أنه دي دائما جزء من طبيعة الفنان يعني أنه هو بتحصل تغيرات مزاجية كتير وسريعة ممكن في نفس اليوم فعادي نتعامل مع ده ايه المشكلة؟ ما يجراش حاجة موت سوينجا طيب ورانيا لا بص بقى رانيا أنا فجأتني بحاجات كتير جدا فجأتني إنها فهمة قوي بتقول إيه يعني أول مرة شفتها كانت جاية معها الحلقات ومذكرة ومعلمة على ضربتها وهي هادية جدا وبتقول والبروبا فضيعة وحفظة كويس قوي وبذكرة كويس جدا وبتتناقش وعارفة كل يعني بروفيشنال جدا بصراحة هادية وعقلة أنا قلت لأ يعني أنا يعني ده كان أول تعاون بني وبينها فما جاش في بالي إن هي هتبقى مش فكرة هادية أو عقلة ورسنة ده الجديد لأن هي مذكرة كويس قوي وإنها مهتمة قوي وشايفة الدور وقرياية ومسك الشخصية مش واخد الموضوع باستسهال لا خالص مش واخد الموضوع من على الوجه لا لا خالص 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 بالعكس يعني حتى ما كنا بنتناقش في الموضوع كنت بتقولي أنا حس قوي بالكلام المكتوب سهل وحس بي وحس أن أنا بقوله من قلبي وقريب مني قوي وهو فعلا كان قريب من الشخصيات يعني